الخبر التاني منتكلم عن الشائعات ملف الشائعات ده واحد من الملفات يعني احنا طول الوقت بنحاول ان احنا نواجه هذه الاخبار الشائعة اللي انتشرت متعلقة بالزلزال اللي حصل طبعا يوم الاثنين من الأسبوع اللي فات واللي كان مؤثر بشكل كبير على سوريا وعلى تركيا والناس بعض الناس شعرت بيه في مصر فيه ناس طبعا ما حستش بيه لانه ما كانش واصل لكل المحافظات المصرية واللي ما حسش بالزلزال يا جماعة يقول الحمد لله انه هو ما حسش بالزلزال الحمد لله ان مصر فيه منق بعيدا عن حزام الزلازل وانه مصر ما بتتأثرش بهذه الزلازل الزلزال اللي ضرب منطقة اللي فيها سوريا وتركيا ولبنان كان بقوة سبعة وسبعة من عشر درجة على مقياس رختر وكان مدمر في سوريا وتركيا يعني ربنا يعديهم من هذه الازمة قلوبنا معاهم ومصر كمان يعني كانت لها دور في ارسال مساعدات اغاثية عجلة اليهم الشائعة بقى اللي هتكلم محضراتكو عليها انه مصر هتتعرض لموجة تسونامي اللي هو زلازل فيه البحار والمحيطات اللي بتبقى مدمرة الاشاعة اللي الناس عملها تدولها انه لا ده فيه زلازل تانية جاية وفيها زدات ارضية تانية وانه مصر ربقها هتتعرض لتسونامي وانه مصر هتغرق وانه هيحصل وهيحصل وهيحصل وحالة من الفزع يعني مش عارفة بقصد او بدون قصد يعني بس بينقلوها الناس بتنقلها لبعض انا عايزة تطمن حضراتكو من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء اللي في ضوء هذه الاخبار يعني اللي بتتكلم عن انه مصر هتتعرض لتسونامي وزلازل مدمرة من نتيجة الهزات الارضية اللي بتتعرض لها بعض الدول المجاورة المركز تواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللي ما فهذه الاخبار تماما واكد انه لا صح على تعرض مصر لموجة تسونامي او زلازل مدمرة خلال الايام المقبلة بسبب هزات ارضية وشدد كمان على انه فيه متابعة مستمرة ودقيقة لنشاط اي زلازل او هزات ارضية قد تحدث في مصر وانا يعني عايزة اطمن حضراته انه كل الابحاث والدراسات اللي اتعملت وبتأكد انه مصر بعيدة تماما عن نشاط الزلازل مصر مش فيه حزام الزلازل وغير متوقع اصلا انه مصر تدخل في يوم من الايام فيه حزام الزلازل اطمنوا تماما مصر بعيدة واذا كنا بنشعر بهزات ارضية بسيطة نتيجة حدوث الزلازل في مناطق او في دول مجاورة فهي الحمد لله تبقى هزات غير مؤثرة البعض القليل هو اللي بيشعر بيها والغالبية العظمى لا تشعر اصلا بحدوث الزلازل اللي بتحصل وبنصحة كده منهم نلاقي على السوشيال ميديا يا جماعة فيه زلزال حد حس بيه لا ما حسناش الحمد لله ان احنا ما حسناش فأطمنوا وارجوكوا بطلوا ترويج شائعات ارجوكوا